عايزة هتكلم معاك عن حوائط الحوائط اللانهائية ايه هي الحوائط اللانهائية وايه المشروع ده وازاي في حوائطه لانهائية يعني ما لو في حوائطه هيبقى فيه نهائية بالضبط هو كتاب قصصي ليه اسمه مدينة الحوائط اللانهائية كان قايم على فكرة انه في مدينة ما لها سمات خاصة جدا بلا أسقف مفيش سقوف والحوائط أكتر من البشر يعني يعني الحوائط بقت كثيرة كان سؤال العزلة يعني ان احنا عمالين بنحط حوالين نفسنا حوائط 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 الغاية ما بقينا عايشين مع الحوائط أكتر ما احنا عايشين مع البني أدمين مع البني أدمين والشوارع وكده ودي برضو مستلهامة يعني من ألف ليلة وليل يعني العالم بتاع ألف ليلة وليل الحكايات اللي بتتولد من حكايات الخرافية والفنتازية والعجائبية دي حاولت أخذ الخيال ده بس مش هنقله أعمل حاجة موازية لي بخيال معاصر وجديد لكن برضو في مدينة متخيلة شبه مدن ألف ليلة وليلة كده فيها مسوخ وفيها ناس غريبة وفيها ناس مجنحة وفيها ناس بتمشي تحت المية وفيها ناس بتمشي فوق السحاب وفيها ساحرات وفيها شياطين وفيها ملائكة وفيها كل حاجة وفيها بشر ولكن إزاي بقى من خلال ده تطرح أسئلة الإنسان تطرح سؤال الحب تطرح سؤال الشيخوخة تطرح سؤال الحرب تطرح أسئلة قسوة الإنسان تطرح سؤال العزلة كل الأسئلة اللي احنا بنعيشها النهاردة المعاصرة سؤال الإنسان إزاي تطرحه بس من خلال هذا النصف الفنتازي في كتاب تصنيفه صعب زي ألف ليلة وليلة بالزبط اللي هو فيه قصص متولدة من قصص بس أنت مكنت تقراكها رواية لأنه كله فيه عالم واحد ومدينة واحدة وشخصيات بتتكرر بس في نفس الوقت ممكن تقراك القصص وهكذا فهو من أهم التجارب اللي أنا شخصيا ابتكرتها في سياق العمل الفنتازي ممنونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون